السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى ان شاء الله تكونوا كبني باخر على خير بسم الله سوف نحمطر معكم شيشة بحلقة بسم الله نأخذ بيضات نحصي البانين 100 قرم سكر 1 كارك نقوم بتغيير اللون البيض نزيد 120 مل الزيت نسل نقوم بتغيير دافي ما يعادل 160 مل نقوم بتغيير القل نعرف كيف يهشش الكيكا وكيف يطلع هاكت جي ششة عندي هنا مئتين وخمسين جرام ديال دقيق ستلوما خنيشة وحدة ديال الخميرة وغادي نخلط الكيكا سوف انتو ما كتشوفوك كتجي كتجي خفيفة ما كتجيش لها ديالاتقيل الخالي ديالاتقيل كتكون خفيفة قدرنا اخد مول ما كيكونش كبير بساف وما كيكونش صغير باش كتجينا شوية هي ديقنة وسطة كنكب هنا يا الخالد ديالنا وغادي نخلي شي تقريبا شي جمع القاتس باش غادي نزيد لهم الكركاو كنقدو هادي حتى كننساوي ومزين صافي غادي ناخد هذا الجمع القاتس اللي بقاولي غادي نديرو هم نفس الافا غادي نروح للمحلقة كبيرة ديال الكاكاو كنخلط وغادي نزيد شوية ديال الحليب باش غادي نخليها تكون مرخوفة شوية لان منزد هال الكاكاو كتتقلع جين انا مبغيتش تكون تقيلك تكون تهي سائلة صافي نخلطه مزيان وغادي نديرو في الكيس بحالة ديال الحلوين هادي كل الاقتراع متصوراتش اعتادر ولكن ندرت لاغير هات الخطط صافي بقيت نقدوم بحالة شكلادة وصافي عليش كلمي لفاي وغادي ندخلها لفران نقطب على مية وثمانين درجة نحي ده ما كنخليه احتها تحمر بالساف وهذا هو شكلها بعد ما طابت انتم ممكن تشوفوا غادي ناخدها غادي نقطعها على حساب الحجم اللي يبغينا احنا كل واحد يبغيها تكون كبيرة ولا صغيرة نقطعتها على شكل مربع غادي ناخد المربع بحال هكذا سوف ندر لها وغادي ندر فوق واحدة سوف ننسى لها كاملة هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى الاعجاب ديالكم ونشكركم بزاف المشاهدات ديالكم تشجيعات للقناة سبحان الله عليكم وإلى اللقاء الوصف اخر ان شاء الله بإذن الله وإلى اللقاء